منتخب مصر الكورت اليد في ربع نهاء المنديال للمرة الثالثة على التواني أي إنجاز وأي روعة وأي فخر موسيقى موسيقى النهاردة منتخبنا صعد لربع نهاء المنديال في المركز الثاني من الدور الرئيسي بعد المنتخب الدنماركي وبطبيعة الحياة كنا نحب نكسب الدنمارك النهاردة ونبعد عن السويد صاحبة الأرض فنيا إحنا أفضل من السويد لكن هم عندهم ميزة الأرض والجماهير واصقين في رجالتنا ونحلم معاهم بنصف نهاء المنديال وبالمناسبة إحنا كسبنا السويد في آخر مباراة بيننا في الأولمبياد يعني إن شاء الله موسيقى 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 يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليوم الخبر العنوان أن منتخب مصر الوطني لكرة اليد صعد إلى ربع نهاء كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي صحيح قسرنا النهاردة من المنتخب الدنماركي وصحيح الشوت الأول تحديدا ما دخلناش المباراة بشكل جيد بس الشوت التاني كان الأداء أحسن وحنا تعالينا مع الدنمارك في الشوت التاني ولكن بمجمل نتيجة المباراة إحنا خسرنا بخمس أهداف الخمس أهداف اللي فرقوا بيهم المنتخب الدنماركي في الشوت الأول الدنمارك أقوى الدنماركي منتخب كبير الدنماركي منتخب محترم جدا آه طبيعي نحلم إن إحنا نكسب الدنمارك إحنا عندنا إمكانيات خلينا نعمل ده بس دايما يقولك في كرة اليد الفرقات بتبقى معروفة يعني معروف مين أكبر مين أحسن عشان كده المباراة الماضية باستثناء مباراة كرواتيا اللي إحنا كسبناها كل المباراة اللي إحنا عمناها تقريبا مضمون إن المنتخب مصري يكسبها عشان منتخب مصري منتخب محترم جدا مش عايزة أقف كتير عند هزيمة المنتخب المصري اليوم أمام المنتخب الدنماركي عايزة أقف كتير على إنجاز يتكرر كل كأس عالم وهو التقلق الرائع لمنتخبنا الوطن اللي إحنا شايفين ربع نهائي للمرة التالتة على التوادي منظومة سليمة منظومة رائعة منظومة محترمة منظومة فيها أجيال بتسلم أجيال يعني بالمناسبة حال النهاردة هيكون دفنا واحد من أساطير كرة اليد المصري الكابتن الكبير كابتن أشرف عواض لما كابتن أشرف عواض اعتزل قلنا لأ خلاص وهو وجيله رائع جدا قلنا خلاص مفيش بقى ده كان جيل استثنائي تخش على الجيل اللي بعده هتلاقي فيه حسين زاكي تخش على الجيل اللي بعده هتلاقي فيه أحمد الأحمر تخش دلوقتي تتكلم فيه أسماء كبيرة جدا زي علي زين وزميله فأنت بتتكلم نجوم كبيرة بتسلم بعض مفيش جيل استثنائي في كرة اليد هي منظومة سليمة ورائعة إحنا عندنا مباراة السويد يوم الأربع اللي جاي فيه دور السمالية السويد منتخب محترم جدا هو أحمل منتخبات الكبيرة فنيا سمعت كثير من المتخصصين والخبرات إن ممكن ممكن نزيد عنهم بدرجة مساء ممكن يبقى أفضل منهم بدرجة هو مش منتخب سيء منتخب راس براس معاه بس أكيد هو عنده أفضلية الأرض والجماهير وكان نفسها نكسب الدنمرك النعارض عشان نبعد عن المنتخب السويد هتسألنا أنا أقولك أنا باعتبر اللعب المصري العقلية المصرية اديني ضغط حطني تحت ضغط يعني منتخب مصري النهاردة دخل مباراة الدنمرك وهو عارف إنه عنده خيارين خيارين أكسب أبقى أول مجموعة هقسر هبقى تاني المجموعة وكده كده هصعد اللي هو دور رئيسي هصعد لدور السمانية فقدم حطيتلي خيارين آه يعني خلاص نكسب نكسر ماشي تعدي هتحط منتخب مصر أو لعبي منتخب مصر في أي لعبة قدامه واجهة حقيقية ما فياش غير خيار واحد إن شاء الله هتشوف حاجة محترمة خاصة لما نبقى بنتكلم على منتخب مشرف جدا وعنده عناصر رؤيع جدا زي منتخب مصر الكورتليات إن شاء الله الأمور بالنسبة لنا تبقى موفقة في الفترة اللي جاية تحياتنا لكل لعبي المنتخب المصري والجهاز الفني مهم جدا يا جماعة مهم جدا الدعم والمسندة في وقت الهزيمة أكتر من وقت الانتصارات نهاردة خسرنا على الورق منطقي على الورق وارد إنك تتخسر من الدنمارك كان عندنا نطموح أكبر طبيعي بس إحنا ما خسرناش كتير إحنا كده كده في ربع نهائي المنديان نفسنا بإذن الله نكسب السويد وناخد خطوة رائعة للأمام إلى نصف نهائي كأس العالم نقدر بأكد لك مياه في المياه وأنا متأكد إن الكابتن أشرف عواضي اللي هيكون دفنا بعد قليل هيأكد هذا الأمر إن إحنا أكيد نقدر أكيد نقدر إن شاء الله بإذن الله زي ما قلت لكم مباراة السويد هتبقى يوم الأربع اللي جاي مباراة دور السمانية في كأس العالم مع المنتخب المصري كان محدد لها مبدايا سبعة مساء وبشكل نهائي خلاص موعد المباراة هيبقى تسعة ونص مساء بتوقيت القاهرة زي توقيت مباراة اليوم بين مصر والدنمارك مرة أخرى مصر تواجه السويد في كأس العالم لكرة اليد يوم الأربعاء في التسعة ونصف مساء وكلنا وكلنا أمال وأحلام مع منتخبنا الوطني إنه يوصل لنصف نهائي هذه البطولة العالمية الكبيرة ده فيما يخص منتخب كورتليات النهاردة في الدوري المصري الممتاز كان فيه نتائج مهمة جدا في الجولة الخمستاشر من عمر المسابقة إنبي فاز على فرقه في اللحظات الأخيرة وأسوان والإسماعيلي تعادلاء سلبان والإسماعيلي في موقف صعب ما زال في موقف صعب وأسوان برضو نتائج تتراجع في الفترة الأخيرة الاتحاد فاز على حرس الحدود بهدف دون رده الاتحاد ينطلق روايدا روايدا إلى المربع الزهبي سيراميا كلوباترا تعادل سلبيا مع طلاع الجيش في مباراك كان فيها فرص كثير وفيها سرعة كثيرة ولكن دون أهداف الإسماعيلي وأسوان الإسماعيلي عنده ظروف صعبة وأسوان حط نفسه في ظروف صعبة حط نفسه في ظروف صعبة نبدأ بالإسماعيلي الإسماعيلي أحمد حسين ميدو ما زال يبحث عن فوز آخر أو فوز جديد للإسماعيلي في الدورة هذا الموسم عشان يبعده شوية عن مناطق الهبوط ولكن الإسماعيلي ما زال يترنح والنتائج مش جيدة تتكلم في آخر فترة يعني الفترة بتاعت ميدو مع الإسماعيلي تلت هزائم وتلت تعادلات والأمور تزداد صعوبة أنا بس عاجبني بصراحة إن الإسماعيلي ما زال صابرا على ميدو مش عشان ميدو عشان لازم تزبر على مدرب مش كل مدرب ييجي يخسر تلت أربعة مطشاط امشي هتوحد غيره تلت أربعة مطشاط امشي هتوحد غيره مش هتتحل لو عملت كده إسماعيلي حاول النهاردة أسوان كمان حاول عنده شوية مشاكل إدارية في أسوان ومازال يفكر فيه الرحيل عن نادي أسوان كان معانا في مداخلة هنا من عشر تيام تقريبا ويقال إنه واخد قراره بالرحيل لو المطالب ما تنفذتش دلوقتي أسوان واقف قيده قيد اللاعبين الجدد لحين تزديد مديونياته لدى اتحاد الكرة فالوضع متأزم أكثر فيه أسوان خسارة كابتن هامر ماضي كان ماشي بشكل رائع جدا مع أسوان على مستوى النتائج بس خلاص الوضع يعني بتفرط شوية بس لسه ما راحتش خالص من أسوان يلحق يلم نفسه بسرعة إنبي النهاردة بهدف في الدقيقة الخمسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الدقيقة خمسة وتسعين تحديدا علي فوزي بيسجل هدف الفوز لإنبي على فرقه من ضربة جزاء مع أفراء حسترية إنبي كان في أمس الحاجة لهذا الفوز وكلام عن غضب ويزعل من الكابتن إهاب جلال بس يتقال إنه كابتن إهاب جلال مش من فرقه حتى يزيل لحظة كابتن إهاب جلال مستمر مع فرقه دي تحادسكندري في مواجهة أيضا كبيرة مع حرس الحدود قدر يفوز النهاردة بهدف دون رد هدف سجله المتقلق في المباريات الأخيرة محمود علاء مدافع الزمالك المعارل الاتحاد هدف دي 84 من ضربة جزاء كان عمل واحد ضابل كده قبل الهدف مطالق بقاله فترة مع فريق الاتحاد مع أنباء إنه الزمالك عايز يسترده من الاتحاد سكندري ولكن هذه الأمور حتى هذه اللحظة ما خدتش منحة الجدية بالنسبة لي محمود علاء طيب تتكلم الاتحاد سكندري حتى هذه اللحظة في الأسبوع الخمسة عشر كسبان تمن مباريات الأسبوع الموسم الماضي موسم الماضي كله تتحاكى نكسب تسعة مباريات فالأكيد الاتحاد في مستوى رائع جدا هذا الموسم سيراميكا كليوباترا وطلع الجيش النهاردة تعدلاء سلبيا دون أهداف الوضع بالنسبة للكابتن أحمد سامي في بعض الشوشرة كده وتأزم الوضع هناك نفس الأمر بالنسبة ليه الكابتن محمد يوسف الفرقتين ما يدروش يحققه السلاس نقاط في مباراة اليوم أحمد ياسي راياني النهاردة لعام مباراة كبيرة سنحت لي عدد كبير من الفرص بس ما قدرش يسجل من الفرص اللي سنحت لي أنا أتكلم على مهاجم سيراميكا كليوباترا بعد رحيل طبعا جون إبوكا إلى أهل ترابلوس الليبي ده بالنسبة لهذه المواجهة طيب لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم استقرد برئاسة المستشار محمد عبدو صالح على استدعاء محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي لجلسة استماع للرد على شكوى نادي الزمالك ضده بعد مباراة القمة مصدر باللجنة قال لنا إن الاتجاه الأقرب وليس الحسب الاتجاه الأقرب أنا أحب دايما أختار ألفاظي الخبرية الاتجاه الأقرب عدم معاقبة كهربا خاصة أن الفيديو لا يتضمن هجوما صريحا على الزمالك ولا يمكن تفسير ما لمح له اللاعب وأخذ بالك في الأمور القانونية والإجرائية داية إحنا كلنا عرفنا واسمعنا الفيديو وفاهمين اللي بيحصل بس في الأمور الإجرائية داية هو يقولك أنا مش أخش في نوايا حد والله وأعلم والله وأعلم أنا زي ما قلت لك هو الأقرب عدم معاقبته بس ممكن يتعاقب عليه بس الأقرب عدم معاقبته في خبر في منتهى الأهمية في منتهى الأهمية وهو انفراد لرقم عشر محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر توقع قبل مباراة الأهلي والزمالك بيوم عرضا خياليا ليه وللنادي الأهلي من أحد الأندية الخالجية لاستعارته لمدة أربع شهور الصفقة دي كان هياخد فيها محمد الشناوي بعيد عن الرقم اللي هياخده الأهلي حوالي ستين مليون جنيه في الأربع شهور والنادي الأهلي من جانبه رفض تماما تماما أي حديث في هذا الأمر خاصة أن الفريق رايح على كاس عالم الأندية رايح على بطولة أفريقية رايح على منافسات محلية فقال لك لا مش عايز الفلوس وعايز محمد الشناوي يبقى موجود ستين مليون جنيه من مصري كان هياخده من الشناوي في أربع شهور ولكن لحاجة الأهلي الفنية للحارس الكبير رفض النادي الأهلي هذا العرض من أحد الأندية الخليجية لاستعارة اللعب أربع شهور بالمناسبة النادي الأهلي بيفكر بعد كأس العالم ليه الأندية أنه يعد العقد محمد الشناوي يزود يعني قيمة التعاقد احتراما لمجهوده الرائع خلال الفترات الماضية مع النادي الأهلي خاصة أنه هو مش من اللعبين اللي بياخدوا أعلى عقود فيه النادي الأهلي حقه بصراحة حقه جدا يعني طيب كمان مرس الكبير المدير الفني للنادي الأهلي قرر راحة تونسي علي معلول أمام فريق البنك الأهلي غدا في مباراة الدوري يوم السرساء بعد المجهود الكبير اللي بزله منذ بداية الموسم اللعب علي معلول هيسافر إلى تونس في الساعات أو سافرة في الساعات الماضية وحصل على أجهزة لمدة يومين وبعدها هيعود إلى مصر كمان كهرباء تأكد جاهزيته لمباراة البنك الأهلي ولا صحة ليه تعرضه للأصابة كنت دايما بسأل نفس السؤال التدوير في النادي الأهلي اطال كل اللاعبين إلا علي معلول إلا علي معلول دايما أقول إيه مرس الكبير لازم ياخد باله من هذا الأمر علي معلول لازم يخش عملية التدوير في تشكيلة النادي الأهلي ده فيما يخص النادي الأهلي بالنسبة لنادي الزمالك فأمام عشور تدقى عرضاً للاحتراف في الدوري التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية والزمالك بيدرس رحيل اللاعب خلال المركاتو الحالي في حال نجح في تضم أحمد القندوسي لاعب نادي وفاكس طيف الجزائر يعني لو أضم أحمد قندوسي هوافق إن إمام عشور يخرج لو ما عنديش القندوسي فأنا مش هوافق أكلم بصوت نادي الزمالك مش هوافق إن إمام عشور يخرج ليه لاحتراف بالنسبة لأحمد قندوسي الزمالك بيضع خيارين أمام وفاكس طيف للحصول على اللاعب الجزائري الخيارين هم واحد ناخده إعارة لنهاية الموسم بنية الشراء ناخده إعارة لنهاية الموسم بنية الشراء أو البيع يعني من هنا أو من هنا الخيار الثاني إنه الزمالك ياخده بيع والشراء ياخد اللاعب بشكل نهائي ولكن تقسيط أو زمالك بيشتر تقسيط قيمة الشراء في الحالتين فاكس طيف لسه ما وفقش لا على ده ولا على ده طيب في حاجة يعني إيه جننت الناس كلها جمالي الزمالك وغير جمالي الزمالك تغييرت حمزة المسلوسي في مباراة الكمة أمام النادي الأهلي النهاردة جايب لكم الكواليس في هذا الأمر ليه؟ جزبالتو فريرة قرر طواعية يخرج حمزة المسلوسي وينزل مصطفى الزنالي ويجي محمد عبدالغاني ناحية اليمين الشكل اللي تكتيكي أو اللي حصل في الملعب اللي غير من شكل أداء نادي الزمالك وبعدها سجل النادي الأهلي السلاسة أهلاك طيب إيه الكواليس؟ حمزة المسلوسي تعرض لإصابة بشد في السمانة أثناء مباراة بيرامدز في نصف نهائي كأس مصد تعالوا نكمل على الشاشة أثناء مباراة تعرض لإصابة بشد في السمانة أثناء مباراة بيرامدز في نصف نهائي كأس مصد لكنه استكمل اللقاء ولم يشتكي إلا في اليوم التالي بعد كده قبل مباراة القمة أمام النادي الأهلي يوم السبت الماضي استفسر البرتغالي جزبالتو فريرة المدير الفني للفريق من حمزة المسلوسي عن إصابته ومدن تحسن حالته وكان رد اللاعب أنه سليم وجاهز للمشاركة في المباراة عداك الآيب يا فريرة أثناء مباراة القمة عانى حمزة المسلوسي من شد جديد في السمانة لكنه تحامل على نفسه إلا أن طبيب الفريق علم بحالة اللاعب وأخبر البرتغالي فريرة بإصابة المسلوسي مجددا وهو ما دفع المدرب لاستبداله لأنه لا يفضل مشاركة أي لاعب مصاب بعد استبدال المسلوسي قام اللاعب الحديث مع فريرة والاستفسار منه عن سبب تغييره أكد له البرتغالي أنه مصاب لكن اللاعب التونسي أخبره أنه سليم إلا أن فريرة أخبره أنه لن يغامر به زي أي مدرب يعني زي أي مدرب محترم يعني وده يفهمك ليه محمد عبدالغاني دخل ناحية اليمين ومصطفى الزناري في الدفاع أنه القالي كان بيلعب في الحتة اللي بين السنتر باك والباك رايت اللي هو كان وقتها محمد عبدالغاني وحمزة المسلوسي كتير فهو قال أن محمد عبدالغاني ممكن يعمل تغطية عكسية أفضل كمان من عمر جابر ولكن ده ما حصلش ودفاع النادي الزمالك حصل فيه مشكلة كبيرة بعد خروج حمزة المسلوسي والتبديل اللي حصل فيه المنحب طيب كلاتنبرج الوضع بالنسبة لكلاتنبرج ما زال ملتبسا وأنا قلت لكم أكتر من مر لا كلاتنبرج حسب الاستقرار ولا اتحاد الكرة مؤمن كتير بكلاتنبرج طيب كلاتنبرج بيهدد بالاستقالة بسبب هجوم بعض الانديا عليه وعدم وجود حماية له من اتحاد الكرة كلاتنبرج متضايق من فكرة إنه الانديا المصرية بتهاجمه جدا والتحاد الكرة مش بيحميه وده اللي قد قلت لكم أكتر من مر كل يوم والتاني اتحاد الكرة يقولك إحنا هنجتمع بكلاتنبرج عشان نقوله على الأخطاء اتحاد الكرة يقولك إحنا هنجتمع مع كلاتنبرج تاني بس في وجود روبطة الانديا اتحاد الكرة يلد على الانديه وقال لهم احنا متفاهمين ان غضبكم فكل شوية كلاتنبرج حاسس او بدأ يفهم ان هو اصلا وجوده في الكرة المصرية كان الهدف منه اولا واخيرا بصراحة يعني انه يتحط هو دايما في المواجهة رايح دماغ انا بقى اتحاد كرة والناس اللي بتشتغل في الكرة وعندكم واحد اجنبي عداني العيب انا بقى جبتلكم واحد اجنبي وهو اللي ماشي مش كويس انا عاملكوا ايه تاني فكلاتنبرج شايف انه ما عندوش مساندة كبيرة من اتحاد المصري لكرة القدم جمال علام رئيس اتحاد الكرة اطنعه بالعودة من اليونان غدا لاستكمال مهمته في لجنة الحكام بس زي ما قلتلك الايام اللي جاية صعبة صعبة جدا ولو سألتني هقولك انه ماينفعش ابدا منظومة تحكيم بلا حماية انا هنا بتكلم على رئيس لجنة وبتكلم على حكام صدقون يا جماعة مفيش حد بيحمي التحكيم في مصر خالص هو انت منك للخلاة كده انت وظروفك الله لقى لجيه هجمك هزعلك انا بكلم على حاكم وقل ليه سجل الحكام الله ازا ما لجيه هجمك هتايزعلك وهكذا فالتنازل تحمي الحكام ما هو بصراحة برضو بصراحة شديدة ورئيس اجل الحكام طبعا بصراحة شديدة ما انا نادي سين لما انتقد حكم ما واقولك انا مش عايز الحكم ده يحكم لي تاني فانت ضردخ لهذا الامر وتخليه يقعد فترة ما يحكمش للفريده فترة مش بقول للأبد بس فترة طويلة طبعا والنادي اللي جانبه بيعمل كده والنادي اللي جانبه شوفنا ده من كل الانده شوفنا من الزمالك والاهلي والبيراميدز وفيوتش والإسماعيل كل الانده كل الانده كل الانده كل الانده ولو قلت اسم منهم ما كانش عمل كده فحققوا علي بس كل الانده او معظم الانده بتعمل كده انا والله مش عايز الحكم الفلاني والله انا الحكم ده ظلمني اخر مرة فبينفعش تخليه حكم لي تاني فيش كده حكم اخطأ يحاسم حسب لائحة لجنة الحكام في تحادل مصر الله ينزل يحكم مباراة في الدرجة التانية يقعد فترة موقوف حسب اللائح وحسب ما انا فاهم عشان ده برضو كان مطالبات من ناس كتيرة هواش معنى ما بيتمش الاعلان عن عقوبة الحكم دي تعليمات اتحاد دولي لا يتم الاعلان عن عقوبات الحكام بس احنا منفهمها لوحدنا فجأة بنلاقي حكم اختفى معرفش ليه بس بيبقى اختفى عشان ضرب الجزاء والحجة بتاعت الناس في اتحاد القرى يقولك ايه عشان ماستفزش جماهير النادي الفلاني ماستفزش الفرقة هسألكوا سؤال واقعدوا فكروا فيه لبقر لبقر وانت وانا بتكلم كده سميلي حكم واحد انت بتحبه وتفرح انه بيدين مباريات لفريقك غالبا مش هتلاقش ماقول حكم مالوش مشجعين ده واحد اتنين انه كل الحكام بتغلط انت جاكا هتفتكر الخطأ بس وبالمناسبة وهديك دليل على كلامي عادة انه الاندية في مصر تعلق خسائرها او النتائج السلبية على الحكام كل الاندية كل الاندية شاهدت بتحديد وانت بتكلم كده تقول لي اه ده النادي الفلاني لا كل الاندية اللي بيكسب بيبقى مبسوط اللي بيكسب بيبقى مبسوط الخسران بيقعد يقول الحكام وهديك الدلالة على كلامي هل النادي الاهلي انتقد طاقم تحكيم مباراة الزمالك هل النادي الاهلي قدم شكوى لاتحاد الكرة المصر ضد طاقم تحكيم مباراة الزمالك بحسب مش رأيي بحسب خبرنا التحكيم الكابتن جهاد جريش اللي كان موجود معايا يوم مباراة القمة وعدد كبير من محلل التحكيم النادي الاهلي كان له ضربة جزاء في هذه المباراة طيب عشال الاهلي عمل مباراة كبيرة وسجل هدف واثنين وثلاثة ننسل خطأ التحكيم طيب لو ما سجلتش هدف واثنين وثلاثة هتمسك في الخطأ التحكيم ومش هتقول ان انا قدمت مباراة مش جيدة انا ليه قلت الاهلي عشال الاهلي هو اللي كان ليه ضربة جزاء في اخر مباراة نفس الامر الزمالك نفس الامر اللي اسمعيه نفس الامر مصري اسوان بنك الاهلي اي فرقة يسيم مشاكله يعني مثلا نادي ما عملش الصفقات بشكل جيد نادي عنده توطر إداري نادي عنده لعبين مش ملتزمين نادي عنده أي حاجة عنده ظروف كلها ما تخليش فرقة تكسب فيسيم كل ده ما يصلحش كل ده ويقولك ايه الحق كان ليه ضربة جزاء يا فنم طبعا يعني اعمل الأول الشغل بتاعك الواجب بتاعك لا انا همسك بقى في الحكم فبقيت سهلة شماعة سهلة بالمناسبة وانا بكرر الكلام ده ألف مرة احنا عندنا مشكلة كبيرة لسه محتاجة تتعدل وهي تصحيح أخطاء الحكام او تقليلها بشكل كبير لسه عندنا أخطاء كتير امش بقول الحكام بتوعنا مثاليين واقول زي الناس الحكم المصري جميل وراء لا عندنا أخطاء وين كنت ما زلت ورضو بشوف ان الحكم المصري على مستوى القرار الأفريقية حكم جيد بس احنا عندنا أخطاء كثيرة محتاجين نقللها عشان الأخطاء أحيانا بتبقى مؤثرة جدا في النتائج مجلس إدارة الاتحاد المصري لكورة القدم قرر خصم راتب شهرين من الكابتن عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي بعد غيابه لمدة شهرين بسبب تحليل فني لمباريات كأس العالم وايضا كأس الخليج هو كابتن عصام الحضري كان واخد إذن في كأس العالم بس كان الاتفاق إنه يدير عمله وهو مسافر ده ما حصلش نفس الأمر بالنسبة لبطولة كأس الخليج ده نفس الأمر بس دي حكاية كابتن عصام الحضري ودي حكاية اتحاد الكرة المصري وده الوضع في الفترة الحالية عايز بس قبل ما روح لفاصل بصوا يا عم أنا عايف لنقولت الكلام ده كتير لدرجة بتنهد وأنا بقوله بس نقوله ألف مر إحنا كلنا كلنا شعب مصري بالكامل جماهير الكرة المصرية بالكامل محتاجين طرفيه وهدوء في الرياضة وفي كرة القدم لا محتاجين خناءات ولا محتاجين أزمات ولا محتاجين دوشة ولا محتاجين الكلام ده كله والكلام على الجميع على الجميع سمي اللي أنت عايز سميه بس أنا بقول كلنا مسؤولين عنده من الراجل أو البنت أو الولد اللي بيتفرجوا علينا بيتفرجوا على كل الناس اللي بيتشتغل في الكرة سواء إعلاميين أو مسؤولين هو عايز يشوف حاجة طرفية عايز يشوف حاجة تهدير وإعصابه عنده ضغوط في حياة كلنا عندها ضغوط في حياة والله عايز بقى أشغل برنامج كرة أرتاح نفسي إذا فرج على مسؤول فعنادي بيتكلم وبيقول لي إحنا طموحنا إيه الفترة اللي جاية فارتاح وانبسط نفسيا صحاش عايز كل شوية أزمة ومشكلة والله حرام والله حرام تعرف مع زميلي وإحنا داخلين كل يوم مش بتكلم عن نفسي بتكلم على ناس كتيرة محترمة بتشتغل في الرياضة سواء مسؤولين أو إعلاميين سلامي بيتكلم على فكرة إنه لا لا الحوار ده خنائة ودمها تقيل والناس مش محتاجة تتوتر طب لا بس الخنائة ده حلو هتطلع ترند و وفرصة بقى نطلع ترند ومش عايزينه نضحي مش مشكلة يا عمي ده الناس خذت الخبر ده وعملت به مين وش مال مش عايزينه ليه عشان لما هقولولك بتفاصيله هتتوتر هتتنرفز هتتعصب هتشتم وتتدايق طيب ليه والله ليه والله ليه فأي حتة في العالم الرياضة وكرة القدم هي حاجة طرفهية وبقررها مليون مرة اسمها لعبة كرة القدم لعبة لعبة في حد بيتخاني ويتدايق وتعصب في لعبة فيش الكلام ده خالص احنا لسا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل هشرفني وينورني الكابتن الكبير كابتن أشرف عواض واحد من أهم أساطير كرة القدم كرة اليد في تاريخ مصر بعد هذا الفاصل هل ليكم اهلا بحضراتكم مرة أخرى عايز أقول لكم حاجة فيه آيكونز كده فيه أسماء تخليك تحب أي لعبة أسماء هي اللي خليتك ترتبط باللعبة بالنادي بالمنتخب بأي حاجة لعلاقة باللعبة دي واحد من أبرز الأسماء اللي خلت الناس في مصر الجماهير المصرية تحب كرة اليد هو الكابتن الكبير كابتن أشرف عواض وجيله فيه وقتها لمنتخب مصر كرة اليد عشان كده أنا سعيد جدا وفخور جدا اللي معايا النهاردة واحد من أساطير هذه اللعبة الرائعة في مصر كابتن الكبير كابتن أشرف عواض كابتن أشرف مشرف ومنور الله يخليك كابتن كريم ربنا يخليك على المقدمة الجميلة دي وتحياتي لك وتحياتي للقناة طبعا أهلا أهلا بيك وإحنا فخرون جدا وموصولين أنت معنا الله يخليك النهاردة مباراة مصر والدنمارك حسيت أن احنا دخلناها متأخر يعني ما دخلناش بالشكل المثالي فللأسف قصرنا هذه المباراة في الدقائق الأولى تالي يعني طبعا مش حاجة أقول حاجة إن كان التحضير من المباراة دي كان يعني بشكل غير مناسب بداية المباراة لمنتخب مصري بتاعنا في أول 12 دقيقة المنتخب الدنماركي يعني أول 9 هجمات حط 9 هدف فهو ده يمكن لأخرنا مع طبعا فيه نوع من التركيز شوية في التصويت بتاعنا للمنتخب المصري مع وجود الحارس لندن للمنتخب الدنماركي طبعا حارس مع أحسن مستوات لكن قدرنا يعني نلم المباراة في وقت من الهوقات هي الفرص بس اللي كانت باع الأخطاء اللي حصلت من المنتخب في الفترة بتاعت الشوت الأول هو اللي يمكن تخلى الموتش الشوت الأول يظهر بخمسة أنا هكرينا بحركة في الأخطاء دي تفصيلا عشان نقدر نتلافاها بإذن الله في مباراة السويد بس معايا دلوقتي عبر سكايب تعرف الأهلي عنده الأسبوع الجاي كاس العامل الأندية كرة القدم مواجهة في منتهى الأهمية من أوكلاند في التتاح إن شاء الله معانا عبر السكايب في هذه اللحظة جوردون واتسون المتحدث الرسمي لفريق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي يا فندم مساء الخير مشرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري برنامج رقم عشر مساء الخير وشكرا لكم على استضافتكم ليه ده شرف كبير لنا بداية كده هي مواجهة مكررة بين نادي أوكلاند والنادي الأهلي في كأس العالم للأندية فريقين من أكتر الفرق التي شاركت في هذه البطولة كيف ترى المواجهة هذا العام سيكون مباراة صعبة جدا فينا طبعا الأهلي هو المفاريء المرجح للبطولة دي والمرجح للفوز هو بطل أفريقيا وهو دائما متمرس في كأس العالم للأندية وعنده أكتر من مئة بطولة فحنا هنكون دائما في وضع غير مرجح للفوز لأسف سيكون ضحية نقابل الأهلي طبعا نحاول نشرف الكرة النيوزلندية والكرة نصيب بشكل كامل ونبدأ من هنا ونبدأ من هنا إن شاء الله أرينا تصرحات للمدير الفني للفريق أن الفريق حاليا فيه معسكر والفريق لسه مش جاهز بدنايا من فريق أوكلند هل الفريق دلوتي في حالة بدنية جيدة لسه محتاج بعض الوات إحنا دلوقتي عندنا لعبين هينضموا للمعسكر إن شاء الله في خلال اليومين القادمين طبعا إحنا وصلنا من نيوزلندا في 3-4 تياب وبالنسبة بعض اللعب في عندهم ظروف عائلية بيحتفلوا مع أسرارهم وطبعا بعد البطولة دي وبعد إجراءات كورونا بالذات وطبعا البطولة المحببة لنا من سنوات عديدة وإحنا نحاول إن شاء الله نشتغل على نفسنا في بطولة العالم الأندية طبعا إحنا بنحاول المركزنا يكون من 3-4 مباراة التحضرية بالشكل الكافي لعبنا بس مباراتين خلف الأضواء في معسكرنا فبدنيا إحنا بنحاول نتدرك بالمستوى ونتطور علشان نروح للمغرب مع مباراة النادي الأهلي مين أكتر اللعيبة اللي أنتو بتقولوا عليهم في هذه المواجهة الكبيرة من لعيب فريق أوكلند؟ صعب جدا لإنت لو شفت سجل المباريات بالذات إحنا شاركنا لعشر مرات في كأس العالم الأندية ومن كناش ناجحين بالشكل الكافي والأسف بالنسبة مقارنة بالفرق المشاركة الأخرى في هذه البطولة بنخسر في المباراة التمهيدية وطبعا يعني المنافسة كبيرة جدا مع فرق عالية المستوى طبعا الجهاز الفني بالجهاز الإداري بيحاول أنه يشتغل على هذا اللقاء بقدر الإمكان وبقدر الإمكانيات لأن أنت خلي بالك حضرتك عندنا المستوى مختلف ده مستوى دولي ونحن نحاول نخش المباراة بجهزية تامة ونحن ما نكونش جهزين بالشكل الكافي لللقاء ونحاول نجهز نفسنا ونحاول نشرف ونظهر بتمثيل مشرف لنا بنحاول طبعا نفاجئ بطل زي بطل أفريقيا وأنه هو ثلاث مرات طبعا النادي الأهلي بيأخذ المركز الثالث طبعا بالنسبة للمباراة كتير جدا برضو بالنسبة للوداد مع مباراة في الكنفدرالية دوري أبطال أفريقيا فنحن نحاول نجهز نفسنا طيب هل شاهدتم مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك ديربي الكرة المصرية اللي أكيم خلال يومين سابقين ولا ما شفتوش هذه المواجهة نعم بالطبع أنا شاهدت النقاء كنت مذهول جدا مذهول بلعبة النادي الأهلي الأهلي كان سريع جدا من البداية كانوا مستهدين جدا وأقوية جدا بدنيا وفنيا وخططيا وسجلوا أهداف رائعة جدا والمدرب بتاعهم مدرب متميز أرى المباراة بشكل كافي وبيهجموا بسرعة جدا وبيعتمدوا على الهجمات المرتدة الخطيرة وعندهم دفاع صلب وطبعا مدرب قدير مدرب سويسري لديه خبرة في الكرة السويسرية والكرة الأوروبية بشكل عام وإحنا بنكن كل الاحترام والتقدير لهذا المدرب القدير وانت من خلال سجل في مباراة النادي الأهلي من خلال هذا الموسم بتبص قد إيهما أقوية وقد إيهما يستحقوا المكان دي في هذه المباراة مبارات الأهلي والزبالك لفت نظرك لعبيننا بعينهم حتى لو على مستوى الأرقام مش الأسماء السؤال ده الأفضل يجاوب عليه المدير الفني الفريق هو بس باش المدير الفني شاهد مباراة الأهلي والزامالك لا شاهد مباراة كتيرة جدا للنادي الأهلي أنا طبعا كمدير المركز الإعلامي أو المتحدث الإعلامي النادي أوكلاند فده دوري مختلف شوية ما بدارش أجاوب على الإجابة دي بس بالنسبة للأهلي على المستوى الجماعي فريق مذهل جدا ورائع جدا وبالنسبة للخط الأمامي بيحاول أنهم دائما أوصلوا كلهم ويهجموا بسرعة جدا والأظهرة والجناحات بيشتغلوا على نفسهم بشكل رائع وبينهم يكونوا سريعين في استعادة الاستحواز ويهجموا طبعا إحنا عرفنا الفريق بشكل كافي وبينحاول بصورة موضوعية أنه نبدأ نشتغل على فرقة النادي الأهلي بالإمكانيات دي أكرر أنها تراجد في المغرب بإمتى إن شاء الله أسفل أستطيع أن تراجد في المغرب بإمتى إن شاء الله أحنا لدينا مباراوة دية في 25 يناير إن شاء الله في بارسلونة دلوقتي في بارسلونة وإن شاء الله هنوصل في خلال اليومين القادمين يناير 27 يناير في اليومين القادمين إن شاء الله هنوصل للمغرب وإحنا دلوقتي في فترة أعداد للنادي الأهلي من هذه النقطة بحيث أن نركز إن شاء الله على اللقاء جوردان واتسون المتحدث الرسمي لفريق أوكلاند سيتي أن نيوزيلاندي أنا بشكرك شكرا جزيلا توقلك معنا في برنامج رقم 10 تلفزيون المصري نتمنى لك بشكل شخصي التوفيق وبالتأكيد ما نتمناش غير للنادي الأهلي التوفيق في هذه العبورة بإذن الله من انتصار جديد من نادي الأهلي على أوكلاند في كأس العالم للأندايا كيف تحشب بالمناسبة للعافية أنت تحب الكورة ايه تحب الكورة؟ ايه لا لا يعملي في كأس العالم للأندايا إن شاء الله ربنا سهل ويحققه حاجة كويسة زي البطوطة العام اللي فاتت وعازين نعمل مفاجأة مع ريال مدريد ربنا فقط في الفترة الأولينية مع فريق أوكلاند صحية وإن نحقق مفاجأة مع ريال مدريد بإذن الله والنادي الأهلي قدها ودود بالمجموعة اللي موجودة الفريق نفسياته مرتفع جدا بعد اللقاء الأخير بالدربي من الأهلي والدمارك عندنا العيبة أوه في شوية إصابات وكده لكن ربنا سهل إن شاء الله إن الفرقة تقدر تحققه على كويسة وهم مركزين يعني أحسن من سنتين لفاتو عشان البطولة تتكسل عالم وأفريقيا والدورة تتكسل إن شاء الله يكونوا في الجزيرة ده حلوة إيه الكلام ده نكمل الحلقة كورة بقى هنكمل حلقة كورة نتواضح إنه محلل كورة معايا للوقت كورة يد طيب عشان نرجع تاني ليه مباراة الدرمارك حركة تحدثت إنه كان فيه أخطاء النهار تحديدا فيه الشوت الأول وطبيعة الحال إنه فيه مباراة ممكن نبقى جايدين فيها فيه مباراة غير جاية احنا كسلنا عملنا خمس مباراة رائعين جدا وبعد كده خسلنا من الدرمارك بعدم توفيق فيه الشوت الأول الأخطاء اللي احنا محتاجين نتلافيها إن شاء الله هو طبعا مباراة النهاردة محتاجين الأخطاء اللي هتحدث الفرقة عايزين نلاقي بجماعة مع بعض كان فيه تصرع كتير جدا من فريقنا من المنتخب في بداية الشوت الأولاني هو ده اللي قدر مع الفرقة اللي هي القوية زي الدنمارك وفرنسا وأسباني والفرقة القوية ديت لازم تفضل ماشي معهم جون بجون لو ماشيت معهم جون بجون هتلاقي الأمور بك كويسة لكن هم استغلوا الفرصة لعبتنا اللي هي حصلت في أول البداية فطبعا ده فرقة مننا بتاع حوالي خمس ست جون هو ده اللي يمكن قل شوية من التركيز بتاع المنتخب المصري بس أنا واسك إن من المنتخب المجموعة الموجودة كلها والجهاز الفني إن هيصلحوا الأخطاء دي بتاعة الفريق لإن إحنا عندنا معترك جامد جدا ماشي السويد بعد بكرة ماشي مهم هيعمل التاريخ إحنا من ضمن أربع وخمس فرق في العالم كويسين ماتش النهاردة اللي حصلت فيه الأخطاء أو اللي حصل في الماتش كله ده ما يسببناش أي مشكلة إحنا وصلنا الهدف الأوانية بتاعنا وهو الوصول لدوري الثمانية الحمد لله ربنا قرامنا قدير نوصل لدوري الثمانية نكمل بقى إحنا يعني عملنا الإنجاز صح نحق التاريخ بقى ونعمزة 2001 ونخش مربع الزهبي والولاد قادرين الكلام ده أكيد هيعودوا مع بعض النهاردة أكيد الجهاز الفني هيحط إيديه على الأخطاء الفرق الأوروبية بتعمل سكاوتينج على الماتشات يمكن النهاردة أعز أقول لك حاجة أن مهايب ظهر بشكل كويس مهايب حاطة ستة هداف من تمام نحن دسوق حظ كمان في الأول كورتين في الآية يعني آه هم كورتين دول ضيحهم لكن حاطة ستة هداف لأن هما السكاوتين بتاهم يعني مش عارفينه لسه لعيب صغير في مختبع العمر هيقدر يقدي هيقدر يقدي الفترة اللي جاية مع المجموعة اللي موجودة اسكان علي زين اسكان دودو اسكان إبراهيم المصري الدرقة مش يلحق إمارات السعودة ولا هيلحق إن شاء الله لا إن شاء الله هيلحق ممكن الدرقة يعني آه ممكن يكون جزع في الصباع أو يعني الحمد لله هي ما تكونش حاجة خطيرة لكن طبعا درقة من العامدة الأساسية المتخبنا الوطني محتاجين طبعا مجهود كل اللي عيب محتاجين التركيز بتاع الفرقة في برضا بعض الأخطاء إن إحنا بمستغرش الأجنيحة كتير زي سند زي أكرم والنحة التانية بكار ممكن سفة درع ملاب شوية في الوينجريفت قدرنا ما وصلنا كورة للسفة درع دخل حط جنين في لندن لندن مش مخيف زي ما إحنا عارفين بس هو أنا حسيته مخيف نرضى عمل أقول له يا أخي بقى يا أخي هو مخيف يقون على مستوى عالي لكن إحنا التصرع بتاعنا أثناء الهجوم بتاعنا وعدم التركيز هو ده اللي ممكن أعليه طبعا هم عاملين حساب لمنتخبنا وعملين واخدين ماتش جاي منافس قوي وزي طار لأن هنا في أهلون 19 هنا كنا نطلحهم من تويت العام الأسيرة مطر من أكتر الأيام اللي حزينت بها في حياتي اه يعني ها هو الله عاملين حساب جدا جدا لمنتخب مصري مش الدنماركي بس كل الفرق السويد بردك عامل حساب للمنتخب المصري ممكن اللي أساعد السويد بس إنه هو في ملعبهم فصالة سكول ما يلعبوا صلاة أكبر من الفتاعة مالمو ربنا يوفق إن شاء الله الفريق يركزوا إن شاء الله في المباراة الجاية وإن شاء الله يكون خير بإذن الله طيب سيني تطمن عليها يا حدرة يروح لي السويد مع الكابتن الكبير كابتن عمر صلاح أمين صندوق اتحاد كرة اليد المصري من السويد يا كابتن عمر مشرف ومنور تحيات لحضرتك وعايزة هنيك على الصعود إلى دور السمانية في كأس العرب طيب أنا يخلي حضرتك وإن شاء الله نكملها ونلعب مباراة هيضة تام السويد إن شاء الله ونقدر نعدي مباراة سويد وسلامي لكابتن أشرف عوات طبعا لعيدنا المميز المحترم يعني كان من أحسن بكات نفت اللي جات في مصر طبعا كابتن عمر أول حاجة طبعا لازم نتطمن من حضرتك على يحيى الدراء النهاردة البناء ويع مع إصابة يحيى الدراء يا رب يكون عند حرارك خبر مفرح للجميع المصر لا يحيى يحيى طبعا خفيفة صباعه أشرف عارف صباعه راح ورجع يعني ثبت على طول والحمد لله يعني ما فيش حاجة خطيرة يعني لا إن شاء الله سيبقى موجود المطر يجعي ما فيش حاجة منعه إن شاء الله الدكتور محمد شاوي يعمل كل الإسعادات على أسهول وظبط يعني هي بس بقى الصباع نفسه بيخرج ويرجع فخرج ورجع وستربط وخلاص يعني الحمد لله كله تمام يعني يحيى إن شاء الله إن شاء الله موجود مطر تويد أنا من وجهة نظري هلأ وحسآني على المرش أنا أقول لك وحسآ بكرا وتعني أنا أخيره لكم شيء كويس إن إن إحنا جات الهزة في المرش ده الهزة حيث إن إحنا أول حشر بقاية إتنشرة بيئة ما كان فيه تركيز المطلوب من محن لواء الواء ضربة الجزاء اللي ضاع في الكام كورا اللي تشاطه وطابده طبعاً بالنديم ما نقدرش ننكره أحسن حالة نورنا في العالم ولكن احنا كانت تأكيد وحش في المجمل احنا يعني احنا شايتانها انها يعني يعني ما بيقولوا برد فرار احنا في مدش دور الثمانية احنا عدمينا اقام مواجهين في دور الثمانية عندنا السويد في السويد شبه مدش النهاردة وحالة مميز احنا بنعرف ملاعب سويد واشهر عادة تدخل احنا اخر مدش مع السويد احنا قدرنا نكسابهم في الولمبياد اخر مدش مع السويد قدرنا نكسابهم كمان في الولمبياد ارا بس بذكر الناس بالضبط احنا في الولمبياد كان عندنا نتيجة ايجابية معهم فاحنا انا من وجه صغري ان احنا ان شاء الله عندنا كده ويكاب فول من الفرقة بصحة مع الناس كلها لو انت لاحظت النهاردة انا من وجهة نظري ان هما كانوا دارسين بلقة كويس عندنا فكانوا مركزين مع كريم مركزين مع يحيا ومركزين مع تسعة ونص يا خدمة اتكلمت قالت الجهاز الفني قال ايه انتو كلمتوا مع بعض ازاي عشان الحالة دي هتخلينا نحط سورة ان شاء الله اللي يحصل في مبارات السويد والله احبت لحضرك الحالة احنا اجلا اه مش اه اه احنا عندنا ماتش الدول التلمانية احنا صعبنا اه احنا منلاع برضه ايه احنا فريقين بطل عالم وPeطل الحيوثيات هنقوم حنالعب كويت اه اه م powiedzieć الان فريقين ان كلام منهم على صحب .... ايجابي جدا لانهو اه همن واي اه ايه اه هنقدر نعملها و هنقدر نعدي الموضع إن شاء الله السويد إحنا لعدناهم قبل كده وعدناهم الحمد لله فأعتقد إن إحنا عندنا ساقة كويسة إعداد المعدة إعداد كويس جدا وشيث إن شاء الله إن شاء الله إحنا هنقدر نعدي موضع السويد والقوضة يعني قط اللبس من جوا لأ يعني الحمد بلغة الهندبول يعني وأشرف هيخامي مديش حد ندلل عشان بلغة الهندبول كله رفع رفعه مطر عدة هنعوض في الجاية صحية صحية كابتن الكبير كابتن عمر صلاح أمين صندوق اتحاد الكرة اليد المصري هم بشكرك شكرا جزيلا هذه المداخلة من السويد نتمنى كل التوفيق إن شاء الله في المباراة القادمة لمنتخبنا الوطني في دور السمانية من كأس العالم قلت في المقدمة النهاردة كابتن أشرف إنه المصري عموما اللعب المصري عموما في أي لعبة حطه تحت ضغط وزود الضغط عليه يعني بالعكس هو عايز ضغط لو عايز لو الدانية سهلة يعني مثل مباراة الدراماركا النهاردة عشان فيها خيارين يعني لو تكسب أو تخسر هتقف تسعد فاتعدي لكن حل واحد قدام السويد قدام جمهيره حتى الضغط ده أعتقد أيفريق معه يا كواس طبعا إن حاجة زي دي حصلت في مطش احنا الحمد لله تأهلنا من مباراة البحرين دي حاجة كواسة طبعا يمكن تكون دي أنا بقول إنها لكل جواد كوى صحية ما فيش مشكلة الحمد لله إن المباراة دي إحنا متأهلين قردي خلاص مش مباراة اللي إحنا لازم نلعب عشان نطلع لدور التمانية إحنا وقلنا لدور التمانية زي ما حضرتك بتقول يا كابتن كريم إن المصري وقت الضغط الصعب وقت اللي بيكون عليه بريشر أو بيكون عليه ضغط هيبقى موجود صحيح الولاد موجودين وعندهم الخبرات إن هما يقدروا يلموا بعضيهم في الفترة الليلة اللي هي اليوم اللي فاضي البكرة دوت عندهم الخبرات اللي هما يقدروا يلموا نفسيهم فدي حاجة كويسة اللي إحنا نكمل وده إنجاز وتاريخي هيبقى المنتخب الوطني بإذن الله أحببا أقولك بس يحضرها من اللعيبة الرجالة جدا جدا مش تفرق معا إنه هو صبوع دي حاجة عادية جدا صبوع اتخلع أو اتجازع أو أي حاجة هيربطوا وهيلعب مع المجموعة اللي موجودة الخبرات بتاعت المنتخب اللي موجودة مع المجموعة الشباب اللي موجودين إن شاء الله نقدر إن إحنا في الماتش السويد مفيش حاجة صعبة طبعا بمجهودهم وتركزهم وقلت أخطاهم لو لعبوا ماتش زي معاملوا مع فريق كروعتيها في أول مباراة إن شاء الله إن شاء الله ربنا يا كريمة ونقدر اللي إحنا نحقق ونصل لدول الأربعة ونحقق مركز كويس بإذن الله طيب السويد كمنتخب إحنا أفضل منه فنيا فنيا بقى بعيدة عن الأرض والجماهير أفضل وعلى نفس المستوى هو طبعا على نفس المستوى خلاص إحنا دخلنا في المعترج اللي هو الفرق القوية التمانية كبار على العالم لكن السويد السلاح بتاحهم طبعا الدفاع وجاري في فاست بريك لو قدرنا نوقف سلاح السويد في جاري على فاست بريك هقولك إن يعني 50-60% المباراة تبقى في الملعب السلاح والحراس طبعا يشد حلم كريم أو محمد علي أو حميد ربنا وفقه إن شاء الله لكن فنيا إحنا اللي تين خلاص يعني قريبين من بعض هو برضك زي ما أنه هو عامل لك حساب أنت برضك عامل له حساب هتعمل عليه سكاوتينج هتشوف مين مصادر الخطورة عندهم ومصادر القوة هتقدر توقفها لكن ربنا يكرمنا يمكن هم بس زيادة عندنا في الجمهور والملعب فديها تفرق طبعا لكن المنتخب المصري بتاعنا عندهم الخبرات إن هم يقدروا يعوضوا الفرق يعوضوا الفرق دوت يعني السيستم الأوروبي أو السويد أو أي فرقة في أوروبا ثم أنت ماشي معهم جون بيجون أو أنت ركبه خلاص السيستم بتاعه بيجون لكن لو علي عليك ثلاث أربع تجوان خلاص لازم أنت هو عايز يجريك وراء لكن أنت خليك في المباراة دي بالتركيز والوعي والمجهود العالي خليه هو اللي يفضل يلحق هو اللي يلحق طول ما هو يلحق يقدر تكسب المباراة إن شاء الله عظيم جدا طيب في كلام سمعتوا من فنيين زي حضرتك في كرة اليد يتحدثون عن عندنا شوية حاجات في الدفاع محتاجة تتظبط هل الدفاع بتاعنا مش ماشي بشكل سليم ما في المئة؟ هل محتاج بعض التعديلات؟ يعني هو في شوية حاجات كده في نص الملعب على الدفاع على الفرود ممكن كانت ظهر النهاردة كتير شوية في المباراة لكن طبعا أكيد دي هتتلاشى برهم مصر طبعا من المدافعين يقويق في العالم مش في مصر بس صغر الدفاع هو وعلي زين ما بتحطوا التلاتة اللي اتنين دول جمع بعض يبقى فيه كوة بالنسبة للمنتخب فدي هتقدر هيدار يحلوها في المباراة الجاية إن شاء الله عظيم جدا طيب من الجيل الزهب العظيم الأسطوري يوصل لماس في نهائي كأس العالم 2001 في مباراة دوري الثمانية بعد مباراة دور أو يعني قبل مباراة دوري الثمانية قلتوا لبعض وقتها الجاية الفني بتحفزوا بعض إزاي إنت محتاج تقول إيه اللعيب المنتخب مصر دلوقتي يحفزوا بعضهم بنفس الطريقة يعني إنتوا المنتخب طبعا أحفزوا إنهم إنتوا وصلتوا للي إحنا بنوصل إليه على طول عايزين نخلص الخطوة بتاعت الدوري الثمانية ونعمل إنجاز زي 2001 في فرنسا إحنا كان معنا بيستزران وكابتال محمد الألفي إحنا حضرنا المباراة وحضرنا كل حاجة وصور الراجل قال لنا كلمة في المحاضرة إن كان كابتال أمن صراح كان موجود وكابتال عصام غريب وأحمد بلال وغوهر وحمد النقيب يعني قال لنا خلاص يعني إحنا كل مرة بطولة دي بنوصل لدوري الثمانية عايزين نعمل بقى حاجة جديدة إن إحنا نوصل للربعة فدي طبعا حفزتنا وبحافز طبعا اللعبة بتاعت المنتخب المصري خلاص إنت وصلتوا للهدف اللي إحنا عايزينه إنه هو دوري الثمانية من الثمانية الكبار ركزوا في المباراة اللي جاية شدوا حلكه جماعية مع بعض اللي يعبع على قلبه رجل واحد وإنتوا مفرحين الجمهور المصري كل المصريين وربنا إن شاء الله يوفقهم بإذن الله في المباراة اللي جاية بإذن الله عايز ألك على حاجة في ختام حدثنا يا كابتن أشرف وهي فكرة إنه أجيال كرة اليد اللي بتسلم بعض يعني كنتم بقول حتى في المقدمة الكابتن أشرف عواده جيله الزهب الرائع جدا لما كان بيخلص خلاص كنا بنقول مين الجيل اللي هيجي بعده طبعا وكده خلصنا وده كان جيل استثناء تلاقي جيل ورا جيل ورا جيل ورا جيل فيه لعيبة موهوبة لحد ما وصلنا للجيل ده اللي هو أيضا رائع جدا وما يقلش عنه يمكن الجيل دوت فيه عدد عناصر كبيرة من اللعيبة الموهوبين خدوا الفرصة الكويسة إنهم يعني تلوا احترفوا عندنا تمن تسع لعيبة بر مصر خلاص خدوا على وجوه الفرق الأجنبية اللي بره والفرق العربية فما فيش مشكلة إنهم يلعبوا فدي تحفيز تحفيز ليهم وخدوا الخبرات تقلوا في الخبرات تقلوا في الملعب زي ما بنقول كده بقى عارفين إمتى يهدوا الملعب إمتى يماشوا بسرعة الأجيال تتواصل فيه عندنا دلوقتي في الأجيال موجود جيل 88 كان مصري هنداوي ليه جيل مثلا 90 فيه سند فيه 98 فيه محسن رمضان فيه 94 أحمد عادل فالأجيال كلها بتتواصل في الاتحاد نتيجة المنظومة اللي ماشي بها الاتحاد على كل الأجيال غير طبعا منتخبات الناشئين والشباب اللي هم 2004 و2002 ماشيين بخوتها سابتة أنه هنطلع أجيال يكملوا المسيرة بتاعة الكرة اليد المصرية صحيح كابتن الكبير كابتن أشرف عواد أسطورة كرة اليد المصرية أنا بشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا لسا مكملين مع حضراتكم بالتأكيد نتمنى إن شاء الله التوفيق لمنتخبنا الوطن الكرة اليد فيه كأس العالم مواجهة كبيرة أمام السويد يوم الأربعاء القادم فيه التاس ساعة والنصف مساء فيه دور السمانية إن شاء الله قادرين بإذن الله تخطى هذه المواجهة نرجع تانية لكرة القدم بعد الفاصل هيكون معنا الكابتن الكبير كابتن حمادة طلبة نجمي نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق احنا بحضراتكم مرة أخرى واحد من أهم المدافعين اللجوم في نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني له تأثير مع نادي الزمالك ولا تأثير كبير مع منتخب مصر له تأثير مع كل الفرق اللي اشتغل فيها واحد من اللعيبة اللي بيتحط جنبها بن كوسين كده لعب راجل لعب يعني بيشتغل بحماس وبروح شديد عشان كده هو كان محبوب من كل جماهير الكرة في مصر الكابتن الكبير كابتن حمادة طلبة نجمي نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق يا كابتن حمادة مشرف ومنور ربنا يخليك يا كابتن كريم شكراً على المقدمة الجميلة ديت ومس على القناة كلها وانا سعيد جداً لأنا معكم الناس اللي أنا بحبها على مستوى الشخص ربنا يخليك يا ربنا بس عايز اختفق في الأول بحاجة تفضل جداً تراجل اشتغلت مع جوز والد وفريرا الموديل الفني بينادي الزمالك في ولايته الأولى 2014-2015 وكان له دور رائع جداً معاك وبرضو حطك في مركز مش مركزك بس انت قديت فيه بشكل رائع جداً دلوقتي اللي بيحصل مع فريرا انه يمشي أو يعد انت معاه ولا ضده؟ لا طبعاً ضد مستر فريرا يمشي مستر فريرا لسه حضرتك بتتكلم مكانش ده مركزي ولي عدت معاه باكلفت وكت متواجد معاه في الحتة ديت والحمد لله قديت معاه بشكل كويس جداً وأخدت مع دوري وكاس وانا مش في مركزي وروحت بقى المنتخب وروحت بقى المنتخب كمان وأخدت أحسن باكلفت وانا مش باكلفت في المنتخب صح يعني مش عاوز الفترة ديت الناس تنتقط الراجل بطريقة وحشية اللي أنا شوفتها الفترة اللي فاتت ديت بس مستر فريرا هيبضل بالنسبة لي وبالنسبة المدربين كتير وبالنسبة الجمهور كتير مستر فريرا هيبضل نمر واحد جيه في الدورة المصري من الناس اللي هي بتشتغل على اللعبة بشكل كويس جداً كان نمر واحد جيه في تاريخ الدوري المصري ولا نمر واحد جيه في تاريخ نادي الزمالك لا أنا بالنسبة لي من أعظم المدربين لدخلة مصر ومن أعظم المدربين اللي دخلت نادي الزمالك على مستوى الشخصي ممكن واحد يقولك حماية طلبة بيبالغ لا اسأل الناس كلها اللي اشتغلت معاه وبدليل اللي مجلس الإدارة حاول اللي هو يجيب الراجل ده تاني وجيه واشتغل والحمد لله أخد مع دوري كان دور بعيد خالص خالص عن نادي الزمالي كان إعجاز كان إعجاز بالنسبة عن نادي الزمالي صحيح وجاب الدور ده كمان معلش كان عنده الكد واقف صحيح وعنده لعبة صغيرة في السن الحمد لله قدت بشكل كويس معاه ومنحظنا حظ اللعبة الزغيرة دي اللي هما متواجدين معه مدرب كبير ومدرب عظيم صح ومدرب بيعرف في وقف اللعبة صح لا انت فيه نقطة كمان نسيتها اه انه فيه لعبة مهمة ركاز أساة مشت من فريق زي مثلا طريق حامد وأشرف من شرق فدي تقسم ظهر أي حد اه طبعا لما تلات اربع لعبة يمشوا بطريقة دي بالنسبة لأي يومدير فاني لسه جاي لأ الراجل الحمد لله اشتغل وبدأ يجيب ناس تلعب وبدأ يجيب ناشئيني صعادها والحمد لله الدنيا مشت وجانت الدنيا كويسة جدا أي مدرب في الدنيا كابتن كريم لازم يغلط وإي مدرب ممكن يغلط في تشكيل ممكن يغلط في تغييرة إنما مش ممكن تمر علي مرحلة صعبة زي ما سعب تمر علي اللاعب الله ينور عليك يعني انت النهار ده فيه ناس كتير يعني فيه المدرب هو فترة ديه فيه لغبطة أنا نفسي حد يطلع يوضح إيه المشكلة إيه المشكلة في نادي الزمالك حاليا ماشي قوي مجلس الإدارة يشكر اللي هو بيعمله والهو بيحارب اللي الراجل قاعد يساعده كتير ويحارب معاه إنما فيه مشكلة جوه الفريق فيه مشكلة جوه الفريق أنا مش فاهمها حد لازم يطلع حد يوضح لنا المشكلة الراجل ده لما يشتغل معنا الفترة اللي احنا اشتغلنا معه كابتن كريم كان معاه جهاز كل الطاق اللي موجود أجانب نونو ألميضة بيدرو بتاع الفيديو حاجة كده بصراحة كانوا مساعدينه بشكل كواس جدا كانوا بيلموا منوراه بشكل كواس جدا أنا معرفش مين للوقت اللي معاه لمصلحة مين الراجل ده يوقع ومصلحة مين الراجل ده ويتمكونش متواجد في نادي الزمالك هيبدل طول عمره فريرة وأنا بالنسبة لي هيبدل أحسن مدرب أنا شوفته في حاجة بس في رأي يقولك إنه لو المدرب قاعد فترة مش ماشي معاه فالأحسن تغييره حتى لو هو مدرب كبير لا لازم يكون في استقرار أنا الراجل ده ما حسبوش للوقت يعني خلاص معلش أنت الدور يعني ناس كل لك الدور ضاع معلش أنت كان مستر فريرة جاي والدور ضايع صح وحق الدور لا مش بس كده ده كان جاي وكان كل أمال جمالي نادي الزمالك إنك تاخد مركز تاني عشان تشارك في أفريقيا الله ينعور عليك النهاردة وإنت تمشي برضو وإنت دخل على أفريقيا وهتجيب استقرار منين تاني وهتجيب مدير فني يعوض الراجل ده منين تاني لا اللازم أنا يعني بشكر بصراحة أمير المرتضة اللي هو مصر على موقفه والرازم للرازم للرجل يكون موجود أنا بشيد بصراحة بأمير المرتضة ومجلس الإدارة برضو اللي هو اداله التلت مبارات اللي جايين دي دافع لي برضو إن شاء الله تقدر اللعابة الكبار زي شكبالة زي عبد الشاف زي عمر جاي بركبات الفرقة يلموا الدنيا شوية ويقربوا اللعابة ويعرفوا اللهم باللعابة دي خلي بالك فيها عناصر لغاية دلوقتي لسه ما ظهرتش بشكل كويس في نادي الزمالك في لعابة خايفة في لعابة برضو بتلعب تحت ضغط جماهري بتختلف يعني في لعابة الوقتي موجودة في نادي الزمالك يعني هسمي لك يعني عمر السيسي في الجيش كان حاجة تانية خالص كان ممتاز ممتاز في الجيش صح لما جي نادي الزمالك هو الآن بس هو لعاب كويس دونجا دونجا كده شلبي كده بس يعني الناس ديت يعني أنا نفسي اسكان عمر السيسي أو دونجا واحد منهم يلعب رقم 6 يعني نفسي واحد فيهم يلعب رقم 6 ماينفعش الاثنين لعبوا جنب بعض تين نورة مهمة الاثنين ماينفعش لعبوا جنب بعض يعني ممكن ديت اللي أنا انتقد فيها مستر فررة شوية إنما هم الاثنين ما بيعرفش عبوا جنب بعض وغير كده الاثنين طريقة اللي لعبهم رقم 6 صح يعني فهم زي سي تقول لها واجباته الدفاعية أكتر من الواجبات الهجومية بس ما مع الشيء اللي بيدافعوها الله نعلك بص يا كابتن كريم لو كنت بالعب مع مستر فررة كان دايما بيقول يا طلبة خلي الحتة الهجومية الحزم أكتر والحتة الدفاعية ليك أكتر يعني مثلا لما تهاجم لك واحدة والاتنين في كل شوت ما فيش مشكلة إنما دايما كنت وقف هنا وعلي جبر وكوفي الثلاثة وقفين أكننا بلعب ثلاثة أربعة ثلاثة إنما في الطبيعي إحنا بلعب أربعة ثلاثة ثلاثة دايما كان بلعب إبراهيم صلاح وكان بلعب على يمينه لعمر جابر ليلعب معروف يوسف أو ساعات بيغير بين حزم بين أحمد توفيق أو ساعات مثلا بس معروف كان بالأخص كان بيبقى موجود متواجد على طول أو أحمد سمير صح إنما هو الراجل أنا بعذره فترة دية برضو عنده الوينشة صاب يعني من العناصر اللي موجودة في الفرقة لاسي الرجالة اللي دايما كان مده الروح في الفرقة طبعا طرق حمد لما يشى برضو أثر على الفرقة بشكل كبير جدا نهاردة ما عندكش فرود يشيل بصراحة نادي الزمالك حاليا أنا بعذره إنت لازم الحاجات دي تميوجود آه اللعب اللي جيتها ماشي لسه عوزة وقت طيب أنا عاستغل تواجدك معايا فضلك هاستغل تواجدك كابتن الكبير كابتن حمد وطول واحد من أفضل من مثله منتخب مصر الأول كنا مع حضراتكم خلال حلقات الماضية فتحنا ملف وقنا هنجيب لحضراتكم كل فترة واحد من اللاعبين المصريين أو أصولهم مصرية موجودة في أوروبا لعل وعسى لعل وعسى العين تيجي عليهم ويبقوا حاجة مهمة جدا لمنتخبات مصر الوطنية سواء منتخبات الناشئين أو الشباب أو المنتخب الأول معنا عابر سكايب الآن توماس جريس لعب فريق ترول النمساوي اللاعب من مواليد 16 أكتوبر 2002 يعني عنده 21 سنة من اللاعبين اللي بتقال على اليوم إنه هو مهم جدا في النمسا نتكلم معاه صباح الخير مشرفني ومنورني سعيد جدا بتواجدك معايا توماس جريس لعب فريق ترول النمساوي طيب توماس كنت عايز سألك بداية كده أنت مولود أصلا في مصر ولا مولود في النمسا كنت متواجد في مصر في أي فترة من الفترات لعبت كرة القدم في مصر عبل كده ولا بدايتك في كرة القدم في النمسا أنا لعبت في أنا أتولات أتولات في في النمسا في إنسبروك ولعبت كرة في النمسا ولعبت في النادي اللي في المدينة بتاعتي وبدأت لعب كرة بشكل احترافي من ست سنين واشتغلت على نفسي كتير وبعدين لتحقت بالأكاديمية في نفس النادي في نفس المدينة وبعدين نضيت أول عقد احترافي مع نفس النادي في منطقتي توماس انت بتلعب في مركز ايه أصلا أنا بلعب رقم عشرة وبعدين في الجناحين وبعدين دلوقتي بلعب مهاجم هلأ جالك اي استدعاء من اي من منتخبات مصر خلال الفترة الماضية نعم كان نزال قبل القرونة بالنسبة لفريق المصر تحت 18 سنة منتخب الوطني وبعد زي اللي بسبب كأيح كورونا وقفنا لعب كورا ولكن الاسف لم يسعنا الحظ في الوقت الحالي بالاستدعاء للمنتخب الوطني لو تم استدعائك لمنتخب مصر في اي وقت هتكون مرحب بدا ولا منتظر لنك تشارك مع المنتخب الانفسي وفي اي لعب هو سؤال صعب جدا انتعرف حالك ان انا مصري والدي دي لتنين مصريين بس احنا عايشين في النمسا ولكن مصر هي بلد جميلة جدا بلد رائع وانا بحبها جدا وطبعا من شرف كبير جدا اننا لعب في المنتخب الوطني البلدي هل الفترة الماضية حاولت انت تتكلم مع احد الاجهزة الفنية المنتخبات مصر حاولت التواصل انت مع احد الاجهزة الفنية احد افراد الاجهزة الفنية للأسف لسوق الحظ ما كانيش الفرصة لانا تواصل ما الاسف ما فيش حد تواصل معايا من الجهاز الفني المنتخب الوطني ولكن لا احد الاجهزة في المنتخب الوطني طبعا انا بتابع الدور المصري وانا بدعم وبشجع عندها كتير هنا في مصر الاهلي والزمالك للأسف ما قدرش اختار انا بشجع من بين الاتنين ولكن الاتنين فرق كبيرة جدا انت مثلت اي من المنتخبات الناشئين في النمسا قبل كده نعم كنت بالعب للفريق تحت 11 سنة لفريق المنتخب الوطني وكان طبعا من دواعي سروري ان انا التحق بالمنتخب النمساوي اني طبعا في السن ده من الجيد جدا ان انت تتحق بالمنتخب توماس جريس لعب فريق ترول النمساوي اللاعب من ذات الاصول المصرية انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة واتمنى لك التوفيق ان شاء الله في الفترة القادمة مع اي من المنتخبات مصر كابتن حمد احنا محتاجين نجد بسرعة في الموضوع ده احنا شفنا المغرب والسنغال والجزائر والكامير وعلى ده كمين المنتخبات الأفريقية بيروح يشوفوا اللاعبين اللي من اصول البلد بدل ما نفكر احنا ما طلعناش واحنا الاحتراف عندنا مش كويس تما نروح في لعبين مصريين كتير جدا اي كده كابتن كريم في لعبة كتير جدا محترفة بره لازم المنتخبات كلها تتابع اللاعبها ديته لازم احنا كأندية نسيب الناس تطلع مرة شوي يعني لازم لازم اللي يبقى عنده لعب كويس جاي لو عقد احتراف أسيبه أساعده انما كل نادي بيبقى عنده واحد بس انا كلمت في قصة ديه بكده يا كابتن الحباز والرد كان علي من احد مسؤولي الاندية قال لي طيب تمام انا كنت عايز ابيعه مثلا باربع مليون يورو وهو جاي لي فيه نصف مليون يورو فانا قلت له لطم اتطلع عشان خاطر مصر قال لي طيب الاربع مليون يورو دولكن هيسدده عنده ديون ومستحقات لعبين وحيات كتيرة قوي فانت سهل انك تقول كده من بره بس من جوه انا عندي تفاصيل كثيرة ملايه وإدارات ما قوله زي بقولك كل اي نادي الوقت عنده لعب عنده بالنسبة له كنز بس انت قادر بدل طلعة لعب كويس قادر تطلع غيره وممكن انت تحط في العادي بتاعه تحط شرط اللي انت الراجل ده لو اتباعه في نادي تاني اخد نسبة اخد نسبة زي محمد صلاح دلوقت محمد صلاح ما شاء الله كل حتة بيروح هندي المؤولين بياخد فيلوس طيب ما ناسيب الناس ديت عشان يبقى عندك منتخب كويس وعندك لعبة كتير بره كويسة النهاردة شايفين منتخب المغرب ادى الناس كلها طموحات والناس كلها عندها رغبة اللي هي الوقت يعني اي منتخب عارب الوقت هيخش يلعب في كاس عالم هيلعب معندوش الرهبة اللي كانت عندنا عند المنتخبات قبل كده بسبب المغرب بسبب المغرب المغرب ادت الناس كلها ثقة وادت الناس كلها دافع اللي انت تنزل ما تكافش من اي حاج صحيح اتمنى الاندية تفكر في النقطة دي كويس واللي عنده لعيب يطلعوا برة عشان يبقى حاجة كويسة للمنتخب مصر هلتي كانت شايرة شilia تباقي سنادي لا لسا بقدر프� الصهور حطيان لي سؤال مهم لا والله الواحد الحمد لله انا عنده طموح كويسة جدا زي ما كنت لعيب وكان عنده طموح نفسه وصلها الحمد لله وصلت للمنتخب مصر اهو في سن كبير بس كان عندي رغبة اللي انا لعب في منتخب مصر وقديت والحمد لله لعبت في 11 نادي الحداشر نادي الحمد لله ما عملتش فهم أي مشكلة ما عملتش مشكلة مع أي مدرب وده الحمد لله اللي أنا بطلعه لابني اللي أنا أعلمه إزاي ما يروح نادي يروح يشتغل بس ما يفكرش في مشاكل ما يفكرش في ديبشي غلط ما يفكرش التركز اللي عندك هدف عاوز توصله هتوصله زي ما اشتغلت وانا لعيب كرة وبدأت واحدة واحدة نفس اشتغل في التدريب واحدة واحدة بس المعظم الناس دلوقتي والأندية اللي بيبقى عنده تلات اربع مدربين بيغير عليهم صحيح يعني عمره ما هيغير وانا من نوعيتي ما بحبش حيطة الرجل التاني دي بتبقى برضو انت أو رجل تالت بتبقى بعيد جدا عن التدريب صحيح انما الحمد لله أنا دورت الوقت على حاجة الحمد لله بعملها بعمل شركة تسويق رياضي ممتاز والحمد لله ممكن الشركة أس عليها نادي كمان وان شاء الله ده الطموح اللي أنا هوصله بأمر الله طبعا عندك شركة تسويق لعبين وبقيت رئيس نادي اه ومعاك بادجت محترم ميزانية محترمة تمام وقتلك اشتري خمس لعيبة من لعيب الدوري المصري ومعاك ميزانية مفتوحة اه اكتر مين حاليا من اللعاب الموجودة والله هو في لعيبة كتير كويسة ولعيبة كبيرة ومحترمة يعني عندك زيزو من الناس اللي أنا بحبها على مستوى الشخصي اشتري زيزو واحد يعني من الناس اللي أنا بحبها عندك نفس في واحد في أخلاق عب شافي عايز أخلاقه اه طبعا ومحراته إمكانيات كبيرة طبعا ومكانيات لعب كبيرة جدا يعني انت دايما بصة كابتن كريم علش عشان ما بطلعش بره السؤال بس دايما اللعيب لو هو 100% حريف و100% بقصر الدنيا بس أخلاقه انا عاوز الحتة دي 50-50 بس عنده هطلع منه حاجة المشكلة صحية إنما ما عنديش لعيبة عندي إمكانيات عالية جدا مش هيفيدني في أي حاجة لا هيعمل لي خلل في الفرقة صح إنما أنا في الحتة دي في حتة التريب دي أنا أرجع لسؤالك يعني زيزو من اللعيبة الغويسة جدا عندك شيفو من الناس اللي أنا أتمنى لكون أحمد توفيق أنا عناصر اللي أنا اللي بحبها جدا كان في حازم إمام حاجة روع يعني حازم بطل في توقيت برضو الوينش الوينش نوعيات اللعيبة الرجالة اللعيبة اللي هي بتخاف على اسمها بتخاف على نديها أتمنى الناس كلها تبص للكلام ده يعني أنا عاوز أقول لحاجة أوجه حاجة للاعبة نادي الزمالك أنتو بتلعبوا في نادي كبير نادي محترم نادي بلعب على بطلات خاف على اسمك وخاف على جمهورك جمهورك اللي بشجعك يعني أنا شفت لقطة وإنت خسران 2-0 كان لغاية آخر دقيقة الجمهور بيشجع يعني دي حاجة لازم بتحسب لجمهور ما فيش حد في لعبة النادي الأهلي تحبيبها معك أتمنى لأ في حمد فتح من اللعاب اللي أنا بحبها جدا وعمل مباراة كبيرة للمطش اللي فات بصراحة من الناس اللي أنا بحبها على مستوى الشخصي اللعابة الرجالة أنا عاوز اللعابة الرجالة اللعابة اللي تخاف على اسمها واللعابة اللي بيأكل النجيلة ده أتمنى صحيح مش لعابي أنت عندك إمكانيات حلوة وحريف وكل حاجة الله ينور عليك اللي التحمات يعني لازم برضه شيء بيأقول لك حاجة بحتة في النادي الأهلي عجبتني اللي التحمات هما اللي أخدينها برافا عليك كله كورة علي هما اللي أخدينها برافا عليك كله كورة اللي عبي مش هو واحد بس اللي بخش كان معنا مبارح جميلنا محمد داود وجايب إحصائيات غريبة جدا إنه الزمالك في المباراة دي مفاز غير بالتحمين بس طوال المباراة والبقى كله لقالك إزه طبعا وخلي بالك فيه لقطة برضه لازم الناس برضه تبص لها النهاردة لما نادي الزمالك دخل فيه جن شوف علي معلول عمل إيه جاب اللعبة ولماها ولازم هموت فينا أنا ما شفتش ده في الزمالك ما شفتش لعب وقف كلم اللعبة إحنا إزاي نخسر إحنا إطلعش ما إطلعش ياخديني التلاتة بون مفيش الكلام دا فيه خلل فيه حاجة غلط وده بصراحة أنا بحمل مسؤولات للكبات للفرقة يعني من الناس اللي أنتوا لازم تكونوا لمن الدنيا والكلام دا وقت لا فيه لعبة مؤسرة وفيه لعبة تشيرت كبيرة عليها بصراحة إنما لازم اللعبة دي تبص بالزبط للجماهير الجماهير اللي هي تعبنة وراكه لعبة الجماهير اللي بتسافر يعني ماتش أسوان أنا من أكتر الماتشات اللي زعلت عليه بصراحة زعلت على الجمهور الجمهور اللي مسافر زافر وتعب جد تعب وراجع خسران بصراحة أسوان بقى من ناحية تانية هو تعبن طول الموسم بصراحة لازم برضو في مدرب لازم برضو الواحد ياخد حقه إعلاميا كابتن طرق مصطفى نهاردة كابتن طرق مصطفى بسم الله ما شاء الله التالت على الدور المغربي يعني دي حاجة تحسب له طرق مين هنا مش واخد حقه بس دينا له حقه مبرح بما يكفي يعني وعمل موسم رائع جدا إن كابتن شوي غريب أكيد طبعا يعني كابتن شوي بصراحة من المدربين اللي عندها خبرات كبيرة جدا من المدربين اللي مسجد منتخب مصر بيقدي بشكل كويس جدا مع فرقة المقاولين عمل تيم وبدأ معها بشكل كويس بغض النظر على الناس تقولك لا إحنا فين المتعة فين مش عارف إيه لا أنا جماعة يعني فيه هدف عاوزة وصله فيه حاجة عاوزة وصلها وده اللي كان الكابتن علي مهر بيتكلم مع لنا جاعة يعني الكابتن علي من المدربين برضو اللي أنا بحبها ومرنت معها وقعي فيه هدف عاوزة يوصله وبيوصله بس اكتعب ودايما كان مصر اللي هو يا شهر غنب هو اللي عملها ونادي مع لش ما ولا فيه مديات ولا الكلام ده بس كان معنا الرئيس رجل رئيس نادي محترم وقدر الحمد لله اللي احنا نفنش في مركز كويس وطلعنا لأهل من الكاس عملتين محترم والكابتن علي بدأ يشتغل على كده وعنده طموح نفسه وصله صحيح كابتن حماد احنا لسا مكملين معاك بعد الفاصل نواصل إن شاء الله خليكم معنا يا اهلا بحضراتكم مرة واخرى لسا بنلعب مع الكابتن الحمارة طولبة شوية اسئلة كده في المستلجة في الحاجات القديمة وانسا هيك وتبتلعب مواجم اه لعبت مواجم فين بقى لعبت في سمنتي السويس ولعبت في المريخ والحمد لله يعني لو كان اي يوم دار بيحتاجني في اي حاجة في المتاهل موجود زي القايسة موجود نص ملعب موجود الحمد لله حتى الحمد لله انا في معظم ايجاب حوالي طلبة اربعة تجوان في دقائق وتسعين اه يعني كنت كان في فترة كده كانت اللعيبة اللعيبة بيبقى في اخر المطش مبقاش مركز صح كنت انا الحمد لله بدني واقف كويس وعلى رجلي ومعظم من تلات اربعة تجوان نلجب تقوم في اخر دقائق ديها تليه عشان عند اصرار اللي انا جيب جون صحيح الحمد لله جيبت اربعة تجوان بالشكل كويس في حاجة كمان قالوا لي ان انت قضيت فترة قبل كده في النادي الاهدي اه دي بقى كنت انا بالعب في المريخ وكان نادي المصر عمل معنا مطش وده سعيخ البورسعيدي اه مريخ البورسعيدي كان مسك الكابتن رمضان السيد الحمد لله كنت عامل مطش كويس جدا كنت طاييمة ان المطشات اللي قدام المصر بعملها بشكلي كويس جدا المطشات الودية والكابتن رمضان رشحني لنادي الاهلي كان نادي الاهلي في فترة ديت بيدور على سر ده بيدور على بقراءت وأنا كنت أعمل مواطشات كويسة أو كان هو كل مواطش يطلع يا شفيت بي أمكلمني رئيس النادي قال لي أنت عندك اختبارات في النادي الأهلي تروح صراحة ما تردد شروحت وكان رئيس النادي على ما أتذكر كان كابتن الأستاذ محمد شرف ربنا يرحمه حاجة محترمة جدا إداني 100 جنيه وقال لي تروح والاختبارات والكلام ده خدت 100 جنيه وركبت صبر جيت كان ساعتها عشور الأدم كان لسه موجود في النادي الأهلي كان لسه شارينه من المريخ وكان ناشئ وقضيته وعملت معهم فترة معايشة كان هم حوالي أسبوع وكان مسيكنا كابتن فتحي مبروك والحمد لله ولعبت معهم مطش وأديت بشكل كويس جدا وأشهده بي كان ساعته هم تعقدوا مع كابتن أحمد ردوان من نادي القناة كان أحمد ردوان بصراحة ماشي بشكل كويس جدا في النادي القناة ولا هم يوفق بعد كده وما وفقش في النادي الأهلي بس هو يعني أنا وقتها كان كويس آه أنا قضيت معهم فترة الحمد لله أشهده بي وما كانش ليه نصيب اللي أنا أكون متواجد ليه كان نتعقده مع كابتن أحمد ردوان صحيح الحمد لله بعد كده بقى ربنا قرمني وروحت اسموحها وكسرت الدنيا في مطش من المطشات هددت رمضان صبح قبل ما يحترف كان رمضان كان في مطش كنا بنلعب في السويس كان مطش سفر سفر كنا قدام الأهلي انت زمالك والحمد لله كنا احنا كنا كواسين جدا المطش دوت بس ما كانش معنا التوفيق ونزل رمضان كان ساعتها احترف برايح انجلطرة ورمضان اللي هيب علي قلت له رمضان كنا احنا ساعتها في المنتخب قلت له رمضان يبعد عني عشان تلحطها عشان هسيبك نتعذر معايا بدول روح نأتي محمد عدل جمع هو سمع الكلام وراح نأتي روح نأتي عشان هكش عليك داخلها مش هتحترف يعني رمضان كان ساعتها وصرحها فارق وكان ما شاء الله مكسر بس انت كان عندك ميزة ان انت لعيح هو بس مش عنيف مش اللي هو مؤذي لا بص يا كابتن كريم في الاخر ده لعيب زي زي انا ده اكل عيشه انا ما ينفعش اقذيه انا دايما كنت لعب قوي جدا عالقورة وكنت بلعب بعنف اه بس عمري ما ازيت لعيب هاتلي لعيب في الدور المصر انا ازيته لا بالعكس الحمد لله كل حتى اللعيب اللي انا كنت بحس اللي انا دخلت على جامعة بقى طول المطش اللي انا عملها اعتزرة يعني فيه مثال كابتن عماد متعب مطش اللي اه اول مطش اللي اه كان اهل وزمالك وطول المطش هاريته ضرب وطول المطش عمالها اعتزرة يعني من الناس اللي انا بحبهه على المستوى الشخص اه يعني انت طالع قدامه اه اكتش بالجامد بس كل شوية تروحت اعتزر له اعتزر له كنت عمال لعب عليه جامد وانا حاس اللي كنت بالجامد او بس انا عاوز اسبتنفسي برضو قدام جمهرنات الزمالك واول مطش اللي اه وقدامك مهاجم كبير وطبعا مهاجم انك كنت طول الوقت معها لانا طول العشريب وقفت جامبه يعني من الفراو ده اللي انا بحبه على المستوى الشخص ايه طيب ايه بقى قصرت ان حسان غالي داخل عليك في مباراة ناجيريا اه كان الكابتن حسان غالي في مطش ناجيريا كان طبعا قاعد احتياطي وكان زعلان جدا وحسان غالي بصراحة من الناس اللي انا بحبه على المستوى الشخص لعاب كبير ودفندر بصراحة اه نفسي لعاب يطلع زي احسان غالي في منتخب مصري يقصر الدناء زي احسان غالي كنت انا بلعب في مطش ناجيريا كان اول مطش لها مع المنتخب وقطعت كورة كده بعد ما طلعت كورة من اخذت الجون جيت لكورة كان نزل بقى كابتن حسان غالي كنا خسرينه واحد سفر اه وهو نزل بصراحة دينا دفعة وهاجم مش عارف ايه كان نزل متعصب جدا حتى انا اخذت كورة وقطعت من احد شمال كده وقعت اجري بيها اه فجأة لقيت واحد هو اللي ضربني من وره بقى بص انا قلت لحد من اجري لقيت كابتن حسان غالي يومها ساعتها رجلها بيت قد كده ورمت اه بعد ما خلصنا المطش حتى تحملت على في ساعة الدربة دي اخر روبع ساعة في المطش تحملت على نفسي بس الرجلي كانت بايزة اه طلعت قلت له كابتن حسان منت اللي انت عملته في رجلي ده قال لي يا طلبة قلت له انت ضربتني من غير ما انت هتحس والله انا عطل حباسه قال لي والله طلبة ننازل مش شايف بصراحة بس لازم اشيت بيه نزل خلانا نهاجم خلانا نضغط خلانا اه قريبين مجون والحمد لله احرزنا جون وبنسبة خلانا كان وقتها اتقال قصة شهيرة لو تفتكر انه هو قال للعيب يا ما تسمعوش كلام او تعليمات كوبر وتعالو نهاجم لا 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 ودهوات تعليمات الكلام ناو بس يا كابتن هو كان نازل زعلان؟ يعني هو رجل كابتن وراجل كبير ولعب في دوريات كتير ولعب في النادي الاهلي أكيد هو عنده أسراء اللي هو نزل نكسب والحمد لله احنا تعديلنا بجون محمد صلاح وكنا قادرين كمان نكسب الحكم الظالم اللي هو ده الحكم المصفر أنا تعب تاوي يعني لا بس الحمد للربنا عوض لنا خير الحمد لله طيب التحدي اللي قلته الميدو حصل بعد كده آه كابتن ميدو يعني أنا بقول لك كابتن ميدو ربنا وفاك طبعا في الخطوة اللي انت أخدتها مع الإسماعيلي ما ينفعش الدور من غير نادي الإسماعيلي بصراح بس بالجهاز اللاعبين والجهاز الفني والله يا كابتن بوس سأقول لك حاجة لازم الناس كلها تقف جنب النادي الإسماعيلي نادي إسماعيلي اسم كبير وكت أتمنى يوم الأيام اللي أنا كل متواجد في ألعب في نادي الإسماعيلي حاجة بتضيف للعيم وبلد كلها بتاشى أكور أتمنى من المسؤولين اللي هم يقفوا جنب النادي الإسماعيلي الفترة دي كابتن ميدو يعني رجل مدير فني وأنا أسمع اللي هو دفع فلوس وعمل هو الوحد اللي بيساند يعني كابتن ميدو من مدربين الكواسين جدا أنا اشتغلت مع كابتن ميدو في نادي الزمالك والفترة دي كان كابتن ميدو جاي وكنت أنا متواجد باكليفت وقال لي إزاي طلبا أنت بتلعب باكليفت وفيه تلاتة باكات ليفت كان موجود ساعتها شريف ومحمد عادل جمعة قلت له المم قال لي لا أنت بش تلعب معها باكليفت قلت له أنا ألعب معك وهتشوف والحمد لله لعبت معاه وكان أول ماتش هلعبه مع ميدو وكان ماتش اسموحة اللي أحرصت في الجم كنت باكليفت وكنا خسرنا واحد سفر وطلعنا دقيقة 92 طلعت تحطي الجم بدماغي الحمد لله ومدى طلع ساعتها أشت بيا انت أشتك سيرة بمحمد عبدالشافي بس ما قطلش إيه كسة محمد عبدالشافي والسحالي لا محمد عبدالشافي ده اللي بين قدام الناس ده دشتان يعني ده مخفيف ده مخفيف جدا وعنده كواليس كده في معانا مع الفرقة كنا دايما أنا وتوفيق وحازم وبرهيم صلاح وحازم إيمان كنا ومنور يعني مش عاوز انتصانور كان هو عبدالشافي دايما كانوا الاتنين مع بعض طول الوقت ويعملوا مواقف في اللعبة غريبة عمر مانصة ماتش تشاد كنا ملعب في تشاد وكان دايما كان فيه فندق هناك في تشاد يعني البلد دي فقرة جدا وكان فيه فندق معمول بشكل روعة كان رجل أعمال عامله والفندق ده كله إزاز عليه سحالي بتبقى ماشية كده السحلية حاجة كبيرة جدا اه كبيرة جدا بس مش جوة بس هي برة عب شافي كان يضربها لما أخذ بالجسمة الكورة كده وكان يدوخها ويرمها لك في الأسانسير لأ عب شافي ويرمها لك في القوضة لأ عب شافي من النوعيات اللي انت لأ فيه اللي ما هو وقف كتير جدا جدا وهو كان غوي دايما لحيوانات ممكن تلاقي معها حرباية ممكن تلاقي معها تعبان والناس اللي انت لازم تكون حذر منها جدا صحيح كابتن حمد انت شرفت ونوارتك العادة الحوار معك دايما ممتع جدا ربنا يخليك يا كابتن كريم أنا سعيد اللي أنا مع حضرتك وان شاء الله بإذن الله تكسر ده زي ما انت مكسر الدنيا كده وانت من الناس العلمساء الشخص اللي بحبها والله وربنا يوفقك دايما كده ان شاء الله وكون معك دايما ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة